ترجمة نانسي قنقر وكفاءة أبناء البحرين القائمين عليها من التواقم الطبية التي قدمت المثل الأروع في التفاني والتضحية ووثقت في الذاكرة الوطنية قصص نجاح ستكون دروسا ملهمة للأشيال جاء ذلك لدى لقاء سموه اليوم عن بعد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفية 19 وسعدت السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة ومجلس أمناء مركز الرعاية الصحية الأولية حيث أعرب سموه عن الاعتزاز بالجهود المبذولة من أجل توفير الخدمات الصحية بأفضل جودة وأعلى كفاءة لأفراد المجتمع وبخاصة في الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وما تتطلبه من خدمات صحية وعلاجية تتفاعل بشكل دائم وفعال مع المستجدات كما نوه سموه بالجهود المقدرة للقائمين على تنفيذ أمر سموه بتقديم الخدمات على مدار 24 ساعة في تسعة مراكز صحية في مختلف محافظات المملكة ومؤكدا سموه الاستمرار في تبني المبادرات التي تستهدف تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ودعم الجهود المبذولة من المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع وزالة الصحة في هذا الجانب فيما أعرب سموه عن الشكر والتقدير للمواطنين والمقيمين على ما قدموه من حس مسؤول ودعم متواصل للجهود الوطنية في التصدي للفيروس عبر مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإقبال على التطعيم فقد أكد سموه أنه بعزيمة أبناء البحرين وروح المسؤولية والوعي سوف نتتجاوز المملكة مختلف التحديات والظروف وقد رفع معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وسعادة وزيرة الصحة ومجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام سموه الدائم بكل ما يتعلق بصحة المواطن وسلامته ودعم سموه المستمر لتطوير المنظومة الصحية مؤكدين أن هذا الدعم دافع لبذل المزيد من العطاء في خدمة الوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر